احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربيا وخليجيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأصول الرقمية كتصنيف سنوي معتمد لدى عدد من المؤشرات الدولية كمؤشر بازل ومؤشر الحرية الأقصادية وغيرها من المؤشرات المعتمدة عالميا هذا الانجاز جاء بناء على أفضل التقييمات والمعايير العالمية التي أظهرت وجود العديد من علامات التعافي في مملكة البحرين خلال الربع الثاني من العام الجهري إلى جانب النشاط الملحوظ لقطاع السياحة في المملكة انجاز آخر تحصده البحرين يعد نتاجا لتلك الممارسات والخطط الحكومية الماضية دوما في تعزيز الجهود الوطنية وزيادة فعاليتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فبحسب عدد من المؤشرات العالمية بما في ذلك مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022 اعتلت مملكة البحرين قمة الدول العربية والخليجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأصول الرقمية كتصنيف سنويا معتمد لدى تلك المؤشرات الدولية يقيم مجمل المخاطر المتعلقة على صعيد تلك المواضيع المستهدفة لتحتل المنامة أيضا وبحسب تقرير إيرنك جلوبال 150 سيتيز 2022 المرتبة الأولى عالميا في مجال الجاذبية المالية غرفة صناعة وتجارة البحرين وبناء على تقرير صادر عنها أظهر وجود العديد من علامات التعافي في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.95% كما على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة فاقت حاجز الـ 22.87% في الربع الثاني ليأتي ذلك مدفوعا بالنمو في قطاعي الفنادق والمطاعم والمواصلات والاتصالات ومن المعايير والنقاط أيضا التي استحقت البحرين من خلالها الصدارة في التصنيف هو ما بينته المؤشرات السياحية الرئيسية من نشاط ملحوظ لقطاع السياحة في المملكة عاد بمستوياته تقريبا إلى ما قبل جائحة كورونا وهذا ما أكد عليه ذلك الارتفاع الإجمالي لإيرادات السياحة الوافدة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5.62% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021 إن بالغ الأثر الإيجابي المترتب على تبوء مملكة البحرين مكانة إقليمية ودولية متقدمة في مجال حظر ومكافحة رسل الأموال وتمويل الإرهاب لم يكن لولا استنادها إلى أسس تشريعية وقانونية عززت من سمعتها المرموقة لتظهر كنموذج يحتذا في الوقوف بوجه متنوع المخاطر المتعلقة بالفساد والرشوة والشفافية العامة والمساءلة والمخاطر السياسية والقانونية والتي تشهد ارتفاعا بدرجاتها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الرغم من تحسن النتائج الإجمالية فيها لا سيما في مجالات جودة إطار مكافحة رسل الأموال وتمويل الإرهاب والشفافية المالية من 5.18% إلى 4.93% مئة بالمئة